السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس رح نتحدث عن الهاش تايبل وهاش ست واري لست أول شي رح نبدأ مع هاش تايبل طبعا الهاش تايبل هو موجود في system.collection فحتى نستخدم الهاش تايبل لازم نعمل using يعني import للسيستم .collection namespace أعمل object بالنوع هاش تايبل أكتب وار أسمي هاش تايبل يسوي new هاش تايبل هذا هو هاش تايبل الهاش تايبل هو key value based collection في لغة c-sharp أكتب هنا هاش تايبل هو key value based collection نفس الدكشنري وصورتد لست هو key value based الفرق بيست الفرق بين الهاش تايبل والدكشنري هذا الشي بين الدكشنري هو generic ولكن الهاش تايبل non generic خلي أعمل هنا دكشنري اكتب وار دكشنري يسوي new دكشنري الدكشنري هو أيضا key value based ولكن generic يعني نحدد الديتا تايب للkey والvalue ولكن الهاش تايبل non generic ما نحدد الديتا تايب للkey والvalue في هذا الدكشنري أنا حددت الkey string والvalue من نوع انتجر يعني فقط رح يقبل بيانات اللي key مالت من نوع string والvalue مالت من نوع انتجر هذا هو الدكشنري ولكن الهاش تايبل يقبل key value من أي نوع يعني إذا أعطي عناصر لهذا الهاش تايبل أنطيع عنصر الكي مالت من نوع string أسمي name والvalue string يقبل الهاش تايبل يقبل العنصر الثاني أخلي الكي مالت يكون من نوع انتجر أكتب الثاني والvalue مالت يكون من نوع string الهاش تايبل يقبل هذا الشيء العنصر الثالث أخلي يكون الكي مالت من نوع boolean والvalue مالت من نوع string ففي هاش تايبل تقدر تعطي key value من أي نوع هذا الشيء في هاش تايبل ممكن هذا العنصر الكي مالت string والvalue مالت string العنصر الثاني كي مالت من نوع انتجر والvalue من نوع string والعنصر الثالث الكي مالت من نوع boolean والvalue من نوع انتجر ولكن في الدكشنري هذا الشيء ممنوع احنا نحدد الdayta type للكي والvalues يعني انا ما اقدر هنا اعطي key من نوع boolean طبعا رح ينطيني error لان انا هنا حددت فقط رح يقبل item اللي key مالت من نوع string وvalue مالت من نوع integer يعني في الدكشنري عندك type safety ولكن في هاش ما عندك هذا الشيء انت حور تكتب الكي والvalues بكيفك من اي نوع هذا الفرق الاصلي بين امسح هذا الدكشنري فهذا هو هاش تيبل عندنا الاد method مع اد نقدر نضيف item جديد الى الهاش تيبل اذا اعمل hover على الاد شوف يقبل key يعني اول argument هو key من نوع object من نوع object class والvalue ايضا من نوع object class يعني اي نوع من data type تقدر تعطي لان object class هو اب لكل الكائنات في c-sharp.net اعطي الكي 4 والvalue خالد ايضا عندنا remove method الremove يمسح يريد مني الكي اعطيته 4 فالاد يضيف والremove يمسح مثل ما تعرفون وايضا في هاش تيبل نقدر نستخدم الاندكسر syntax مثل ما عندنا في dictionary اكتب console dot right line اريد اخذ الvalue اللي كي مالت true اكتب hash table يعني هذا الobject hash table افتح البركت واكتب true هذا syntax الاندكسر هذا رح يعطيني الvalue اللي كي مالت true يعني رح يعطيني خمسة اشغل البرنامج انطاني خمسة علي ولكن ينطيني error ليش لان بالاصل هذا من نوع object هذا من نوع object في داخل hash table في داخل hash table الكي من نوع object والvalue ايضا من نوع object فهنا انا اعرف بان هذا من نوع string هذا الvalue لازم اعمل casting هذا الشكل يعني اقول لc sharp compiler انا اعرف هذا من نوع string هذا الvalue من نوع string لانه بالاصل من نوع object فحولنا الى string وخزننا في هذا variable console write line name اشغل البرنامج انطانع لي جميل فهذا هو hash table ايضا نقدر نعمل loop على hash table طبعا انزل هنا active for each كل عنصر كل item في hash table يعتبر من نوع dictionary entry dictionary انطري هذا هذا الاسترات اسمي item in hash table console write line active key نقط item dot key active value item dot value فكل item او كل عنصر في hash table هو من هذا النوع dictionary entry اشغل البرنامج انطاني كل الكي والvalues في hash table فهذا هو hash table طبعا ما رح ادخل في تفاصيل hash table يعني بان hash table كيف يخزن البيانات خلف الكواليس بالمستقبل رح اعمل كورس هياكل البيانات data structure و algorithm في هذا الكورس رح اشرح بالتفصيل عن hash table طبعا حضرتك لو دارس الهياكل البيانات والخوارزميات فتعرف hash table بالتفصيل يعني تعرف hash table كيف يخزن البيانات خلف الكواليس فحاليا في هذا الكورس كورس لغة c-sharp هذا الشي يكفي عن hash table اذا ردد تعرف اكثر تفاصيل عن hash table لازم تدرس الهياكل البيانات والخوارزميات جميل فشرحنا hash table موضوعنا الثاني في هذا الدرس هو hash set فانزل هنا اكتب console right line اخلي divider رح نشرح عن hash set الهاش set هو collection في لغة c-sharp اكتب var cities يصوي new hash set الهاش set هو generic لازم نحدد ال type للvalues للvalues اللي رح نخزنهم في هذا الهاش set في hash set نقدر نخزن بيانات فريدة من نوعها يعني شنو انا قلت ال data type للvalues لازم يكون من نوع string اكتب cairo باريس اخزن بعض المدن في هذا الهاش set new york london و مرة اخرى باريس خزنت في هذا الهاش set اسامي لبعض المدن اذا تلاحظ انا كررت الباريس انا عندي باريس واحنا عندي باريس يعني مرتين كتابت اسم هذا city هذه المدينة الهاش set ما يقبل بيانات مكررة يعني اذا انا اعمل loop على هذا الهاش set رح ينطيني الباريس مرة واحدة فقط ما رح يقبل الباريس الثاني active for each string city and cities console right line city اشغل البرنامج شوف انطاني الباريس مرة واحدة انطاني كل المدن انا عندي في هذا الهاش set باريس مرتيا ولكن هو ما قبل البيانات المكررة هذه هي خاصية الهاش set اذا اخلي باريس مرة ثالثة ايضا ما يقبل اذا تلاحظ عندي باريس فقط مرة واحدة فما يقبل بيانات مكررة ايضا الهاش set عنده الكونت property console.writeline cities.cont الكونت يعطيني عدد الvalues في الهاش set اشغل البرنامج انطاني اربعة عندي اربعة بيانات في الهاش set طبعا راح تقول عدنا 6 مثل ما قلت ما يقبل بيانات مكررة فعدنا اربعة حتى لو نكتب هنا هو ما يقبل هذه هي خاصية الهاش set وايضا عدنا بعض الميثود مثل الاد ميثود الاد يضيف value جديد الهاش set وعدنا الremove method الremove يمسح الvalue من الهاش set في هذا السطر من الكود ضفت هذا الvalue الى هذا الهاش set وفي هذا السطر مسحت هذا الvalue من الهاش set ايضا عدنا مثود اخر اللي هو remove where active cities dot remove where اذا اعمل هاضر على remove where لاحظ يقبل predicate احنا تحدثنا عن الpredicate في الدروس السابقة الpredicate هو delegate موجود من ضمن لغة C-Sharp الpredicate يقبل parameter 1 والreturn type multi دائما boolean اذا تلاحظ هنا الparameter من نوع string و مثل ما تعرفون الdelegate يقبل lambda expression او anonymous method هذا الdelegate يقبل lambda expression اللي عنده parameter 1 و return type multi boolean فاني لازم اعطي لهذا المثود remove where lambda expression ك argument والlambda expression اللي اعطيه لازم يكون عنده parameter واحد من نوع string و return type multi boolean لأن هذا predicate فاعطي lambda expression active city اخلي علامة lambda city dot start with اعطي l شنو اللي رح يحصل هنا في هذا الخط من الكود الremove where رح يدخل الى هذا ال high set و رح يعمل check على values اعطينا هذا lambda expression قلنا ل اذا لقيت city start with l يعني المدينة اللي تبدي مع حرف l فشنو امسح فهذا رح يروح ويشوف اول شي هذه المدينة هذا city هل هذا value يبدي مع حرف l لا فهذا رح يعمل return ل false لأن رح يعمل return ل false هذا start with return type multiple فما رح يمسح هذا بعدين يعمل check على هذه المدينة على هذا value هل تبدي مع حرف l لا false لأن false ما رح يمسح بعدين هذا city وبعدين رح يوصل هذا city هل هذا city يبدي مع حرف l الجواب نعم فهذا رح يعمل return ل true هذا start with فال remove where لأن يشوف هذا true يعني النتيجة لهذا lambda expression true فرح يمسح هذا city فهذا يعني امسح city اللي تبدي مع حرف l ورح يعمل check على كل البيانات في داخل هذا الhash set هذا remove where إذا أشغل البرنامج طبعا مسح لندن جميل بعد شنو عدنا contain contains method هذا يعمل check ويشوف هل هذه المدينة موجودة في هذا الhash set أم لا أعطي بغداد طبعا بغداد ما موجودة في هذا الhash set فرح ينطيني false أشغل البرنامج النتيجة false لأن بغداد ما موجودة في هذا الhash set فcontain يعمل check ويشوف هل هذا الvalue موجود في الhash set أم لا و return type multiple boolean أعمل hash set ثاني var أسمي other cities يساوي new hash set أعطي generic type string وأعطي أسامي لبعض المدن بصرة دوحة وأبو ظبي فعملت hash set ثاني عدنا مثود يسمى ب union with active cities cities هذا هذا الhash set dot union with وأعطي الother cities ك argument يعني أعطي الhash set الثاني هذا union with رح يضيف كل الvalues من هذا الhash set إلى cities hash set هذه الفكرة من union with يعني رح ياخذ البصرة والدوحة وأبو ضبي ويخليهم وين في هذا الhash set أشغل البرنامج شوف ضاف البصرة والدوحة وأبو ضبي إلى cities hash set فمع union with نقدر نضيف hash set إلى hash set آخر جميل فهذا هو hash set الcollection الآخر اللي عندنا في هذا الدرس هو array list ننزل console write line array list array list هو index based collection يعني مثل array هو index based وكل element أكتب خاصية array list كل element every element يعني كل العناصر في array list data type multi هو system dot object بين القوس object active var array list يصاوي new array list list array list هو array نقدر نعطي بيانات من أي نوع يعني أقدر أعطي خمسة بيانات من نوع integer أقدر أعطي علي value أو بيانات من نوع string أعطي true لاحظت ف array list نقدر نعطي أي نوع من البيانات وكل value في array list هو من نوع object في الاري الاعتيادية ما عدنا هذا الشيء في الاري الاعتيادية نحدد ال data type لل values ولكن في array list ما عدنا هذا الشيء value شوف هو من نوع object فكل الvalues في داخل array list يعتبر من نوع object أشغل البرامج عندي كل الvalues من array list والaray list هو index based يعني هنا عندي أول value الاندكس مالت صفر وهذا الاندكس مالت واحد هذا اثنين وهذا ثلاثة مثل الاري هو index based طبعا عدنا add method مع add method نقدر نضيف value إلى هذا الaray list وعدنا remove method الremove يمسح value من الaray list وعدنا remove at الremove at يقبل index int index أعطي صفر رح يمسح لي value اللي الاندكس مالت صفر في هذا الaray list يعني رح يمسح لهذا الvalue جميل فهذا هو array list في هذا الدرس تعرفت على array list وهاش set شكرا لكم واشوفكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر